بنرجع لكم مرة تانية مشاهدينا لسا مكملي مع بعض فقراتنا وصلنا دلوقتي لفقرة مهمة هنعرف من خلالها ما هي لجنة الإغاثة والطوارئ من الاسم طبعا بيتضح أن دوره هو إغاثة البلدان من أي كوارث أو أي طوارئ بتحصل لها أو أي مشاكل بتحصل لها أو بتعدي عليها أول حاجة عايزين نعرفها ما هي أو ما هو دور لجنة الإغاثة والطوارئ هل بينحصر دورها أو أداءها على أشياء بعينها هل لها فروع أخرى في بلدان أخرى بتغطي بلدان الوطن العربي كله ولا لا كل دي أسئلة وعايزين إجابة لها النهاردة هيكون معانا ضيف هيجاوبنا على كل الإجابات دي هيكون معانا الأستاذ هشام كمال المدير التنفيذي للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب صباح الخير يا فاندر أهلا بحضرتك يعني النهاردة عايزين زي ما كنت بقول في المقدمة أنه نعرف بس الناس بالأول أنه لجنة الإغاثة والطوارئ ناس ما عندهاش فكرة يعني إيه لجنة الإغاثة والطوارئ وفيه ناس ما تعرفش مجمل قصة شكلها عمل إزاي لو نيجي كده نعرف لجنة الإغاثة والطوارئ نقول إيه طيب هو تعريف سريع هو اتحاد أطباء العرب طبعا كما يعلم الجميع هو الاتحاد أو الوعاء اللي ممثل لاتحادات ونقابات الأطباء في الدول العربية المختلفة وتقريبا بيحوي كافة نقابات والاتحادات في الدول بره وجوه مصر حضرتك أه دول العربية لا الدول العربية الوطن العربية الوطن العرب كامل أه يعني تقريبا واعظم الدول العربية أعضاء في اتحاد أطباء العرب ممثلين بعضو أو أكثر من عضو يعني اتحاد أطباء العرب مكون من مجموعة من اللجان اللجان في مجالات مختلفة سواء اللجان علمية أو لجان تدريبية أو لجان تصقفية وما إلى ذلك لجنة لغاية سوطارة إحدى هذه اللجان وتقريبا لجنة لغاية سوطارة هي أكبر لجان اتحاد أطباء العرب وهي طبع مكرها مصر يعني انشيات في مصر ومكرها مصر من ساعة ما وانشيات وتحاد أطباء العرب برضو الآن هو مكره الأصلي تبقى للاحيته ونظامه الأساسي في القدس ولكن يعني حتى يعني تحرر القدس هو اتخذت القاهرة أو مصر مكرها مؤقتا لحين عودته إن شاء الله إلى مكره الدائم في القدس الشريف بإذن الله يعني أساسها كان أو بدايتها كانت هنا في مصر ولا في القدس لا البداية في مصر إنما اللائحة نظمت أن مكره وكأنها رمزية سياسية بتعبر عن التوجه العربي نحو ويعني مسؤوليته امتجاه القدس الشريف فاعتبرت في اللائحة أن المكر الأساسي هو القدس إنما والاتحاد مقره الدائم في القاهرة وأمانته في القاهرة واللجنة الأساسية وتقريبا تمثل حجم كبير جدا من الاتحاد هي لجنة الإغاثة والطوارئ دي مكرها مصر تمام ده الجزء الأول الجزء الثاني بقى هو مجالات عامة لجنة الإغاثة والطوارئ الدور اللي بتقوم بيه أو الدور اللي بتقوم بيه زم حك قلتي هي أولا لجنة إغاثية إنسانية ولها يعني دور خارج مصر في كافة الدول العربية وساعة الأجنبية كمان مش العربية فقط ولها دور كمان داخل مصر بعد إذنك يعني الأجنبية إزاي بما أن إحنا أساسا ما عندناش مقرلة في أي دولة أجنبية خالص فإزاي بيحصل التعاون بينهما بين البلدان الأجنبية أو الخارجية آه ما أنا أقول لحدك هو أولا فيه مقرات بس المقرات في الدول العربية يعني فيه مقر اللاجنة الإغاثة والطوارئ أو فرع يعني كما يقال سواء التسمية كده أو كده هو فيه مقر في فلسطين في غزة وفيه مقر الآن في الصومال بعد يعني كان لنا أعمال يعني بشكل مؤقت وموسمي في الصومال لنما بعد أحداث الصومال الأخيرة والمجاعة والجفاف الحاجة بقى لنا مقر كبير وعملنا مستشفى في الصومال مستشفى كبير اسمها مستشفى زمزم المصري والحاجة من أكبر مستشفى الصومال يعني حتى الأقم المتحدة وأنظمة ومؤسسات عالمية كبرى بتشيط بها وبتتعاون معها لنا مكتب في السودان في درفور كان لنا مكتب في ليبيا أثناء الأزمة الليبية بس بعد انتهى الأزمة حين لا تكون نقلص التواجد هناك كان لنا مكتب مؤقت في باكستان دي تقريبا طبعا اضافه الى مكتب في لبنان وده كان معنى اساسا بالفلسطينيين اللي في المخايمات الفلسطينية في لبنان انما في الازمة السورية بدأ يشتغل مع الازمة السورية حيث بتسألي على ازاي نعمل في الدول الاجنبية وبيبقى عمل مؤقت بمعنى مثلا لما طبعا الاغاسة لا ترتبط بدين او بعقيدة مصبوط طبعا اكيد اي حاجة تقصي الانسانية او حوال انسان وغد النظر عن الدين او العقيدة فانحنا يعني بنحاول لما يكون في حاجة في دولة اخرى مش عربية وساعات مش اسلامية كمان زي ما حصل ساعة كان في ازمة زلزال في هيتي اللجنة كان لها دور في هذا الزلزال بيبقى نشاط مؤقت بيتم لما بتحدث ازمة ما وبينتهى بنتهى هذه الازمة وبينتهى بالتدخل انما المكتب السبتة اللي قلت حكي عليها في الصومال وفي فلسطين وفي المخيمات الفلسطينية او في لبنان يعني على وجه الصح يعني وفي السودان دي مكتب سبتة عايز اعرف لجنة الاغاثة والطوارئ اللي هي اساسها كانت في مصر وبتشتغل بس على البلدان الوطن العربي واحيانا برا او خارج الوطن العربي هل هي في الاساس تقدر انها تشيل او تتحمل كل ما تريده او ما يريده المنكوبين او ما تريده الدول بعد الكوارث والمشاكل عندها فعلا تمويل يعني عايز اعرف التمويل الخاص اللي بيجيلكم من لجنة الاغاثة والطوارئ هل هو من خلال التبرعات فقط لغير وهل فعلا بتقدروا تقوموا بكل الجوانب اللي بتقدروا تقوموا بيها او اللي بيعوزها اي بلد اي وقبل بس ما اتكلم على التمويل او الانشطة اعوز اتكلم على فرونة داخل مصر يعني في الاخر هي مصر برضو مصر بلدنا ومحتاجة كل مجود الحياة اللجنة لها اربع مكاتب رقاصية داخل مصر بضافة للعمل الاخرى يعني بيتم بقى التنسيق بينكو ازاي ازاي حكوش يعني بيتم التنسيق ازاي ما بين كل اللجنة في كل بلد ما هو ما هو في ادارة ادارة اللجنة اللي غاسة الطريق الادارة في القاهرة بتدير كل هذه الفروع سواء داخل مصر او خارج مصر يعني داخل مصر في اربع فروع في اسكندرية وفي اسوان وفي العريش وفي القاهرة واحنا مقبلين على توسعات في محافظات اخرى وفي انشاة كتير بالتقوم في هذه المحافظات بياضافة ان احنا بنتدخل في الحاجات المسلمية زي ما حصل سيول في السعيد او في العريش اللجنة كانت تدخلت بقوة كنا اول ناس قريبا نوصل العريش بمساعدات الاهل العريش الى ما حصل مثلا صخرة الدوئة يعني في الحاجات اللي هي بدها حدث دخل مصر لجنة متواجدة كوارس يعني حاجة بتسألي على التمويل السؤال اللي كان منين بيجيلكوا التمويل هو اللجنة قائمة بشكل اساسي وبشكل كبير جدا على تبرعات الخيرين والمحسنين والغالب العام منهم الحياة من المصريين اللي هم يعني دايما عودون على الكرم حتى في احلك الظروف فانا دايما نقول ان تبرعات المصريين للسومال حياة كانت حاجة مفخرة لكل مصري والكل عربي ان كان في ظل الاجواء المصرية اللي احنا بنهاشا كلنا وظروف اللي بتاشا مصر حياة كان حجم تبرعات يعني لا يتخيل للسومال ما عالش بعد إذنك هو هل ده كيفي بس تبرعات الاشخاص ولا وبيقدر يحملكوا فعلا ان انتوا تقدروا تشيلوا او تساعدوا في انقاذ المنكبين وليه ما بيحصلش وهل في بيحصل تمويل خارجي من بر مصر من بلدان العربية ولا لأ ها ولا حدرتك وطبعا ايا كان الحجم التبرعات يعني تمويل المشروعات او الأعمال اللي غسالة بنعملها في الآخر مش كافي لان الأزمات والكوارس اللي سواء داخل مصر او خارج مصر يعني تنقب حملها يعني ايه أسخل لكتفي انما انما انا عاوز اقول لها حقيقي ان في بعض المؤسسات العربية والدولية اللي هي ممكن مش بتمول بشكل مباشر انما بتمول هي عن طريق ان هي مثلا احنا بنارض عليها مشروع معين مثلا اغاسة في مكان معين هي بتتولى الانفاق بمعرفتها انما من خلال يعني اداريا من خلال اللجنة وباشتراف اللجنة وكأنه ده مشروعنا اللي احنا متبنيين واللي احنا بننفذ انما زي ما قلت الحقيقي هو بشكل كبير اللجنة بتعتمد على تبرعات المصريين وبعض الخيرين طبعا غير المصريين اللي موجودين المؤسسات العربية او الدولية يعني فيه بروتوكولات تعاون مع نظمة صحة العالمية وفرع الأمم المتحدة زي القوتشا او غيرها والحقيقة هم طبعا مطلعين على شغل اللجنة وفيه سبل تعاون مختلفة وبرتوكولات في نواحي طب اكتر البلدان اللي بتتعاون معاكم او اللي انتم بتتعاونوا معاها ايه هي في اعمال الاغاسة نعم والله انا عاوز اقول لحقيقي انها بتختلف من ازمة للاخرى يعني اش رح لي بقى ازاي اقول لحقيقي يعني مثلا لما تيجي حاجة في ازمة زي الصومال مش هتلاقي كل الدول على نفس المستوى بتاع التعاطف مع الصومال هتلاقي في دول متعاطفة بشدة ودول موضوع ما يماش ودول يعني بتاخد الموضوع بشكل مبسط وما الى ذلك يعني ازمة زي ليبيا هتلاقي نفس النور يعني في ليبيا مثلا يعني حصل تعاون بنا وبين الحكومة الاسبانية لان اوروبا تقريبا كلها كانت يعني متدخلة في موضوع ليبيا بشكل كبير في شكل كبير قوي اه فكان بعض دول اوروبية متعاونة وبتتصل بينا وبتتعاون مع انها تقدم لنا تسهيلات وما الى ذلك يعني فسوريا الان برضو الوضع مختلف طبعا الوضع سوريا الحساس في الدول المحيطة بي فعشان كده والحاجة بتختلف من ازمة الاخرى ومن دولة الاخرى يعني طب احنا عايزين نتكلم عن سوريا بقى بما انه حضرتك ذكرت سوريا واحنا كلنا عارفين مدى المجازر اللي بتحصل في سوريا والوضع المؤسف جدا اللي هي بتمر بي دلوقتي حجم التبرعات اللي موجودة في لجنة الاغاسة والطوارئ كافية لانقاذ الوضع في سوريا وازاي هتدخلوا المساعدات دي اي هو طبعا حجم التبرعات مش كافي بالمرة لان الحقيقة يعني ما يحدث في سوريا الحياة مجزرة بكل معنى الكلمة طبعا يعني الحياة يعني الواحد لم يشاهد في حياته مثل هذا الاجرام يعني آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحة الحياة مجزرة إنسانية بكل معاني المأساة يعني المأساة الكبرى اللي مفيش اي رعاية طبية مفيش اي دار للرعاية طبية وبيحصل خطف للجسس وبيحصل حاجات كتير جدا فازاي هنا هتخشوا وتساعدوا الناس دي وده جزء طبعا اللي بيحصل ده جزء من منظومة الإجرام اللي اللي يحد يعني الواحد لم يشاهدوا في اي دولة من الدول في اي سورة من السورات حتى خاصة في الفترة الاخيرة زي ما حاك قلت هو قتل وترويع وتمثيل بالجسس وما إلى ذلك طبعا هو انت حالك لمزتي مشكلة خطيرة وكبيرة نوال النظام السوري وإحنا بنتكلم بشكل إنساني وإغاسي بغض النظر عن الشكل السياسي ده مش هو شغلنا مش هو اهتمامنا نحن نتكلم عن الحقوق زي حقوق الإنسان يعني نتكلم عن هي أعمال إغاسية وإنسانية متعلقة بحقوق الإنسان أولا وآخرا بغض النظر عن تواجهه السياسي هو طبعا النظام السوري معنا في هذا التعذيب بحاصر شعبه من كل جهات يا طبعا سوريا لها حدود مع دول كتير يعني تركيا العراق الأردن فلسطين كافة الحدود دي لبنان طبعا وإضافة لحدودها البحر المتوسط هي مقفولة ومحاصرة تماما تقريبا هم بيحاولوا يقفلوها إنما الحمد لله يعني بدأت تفتح من بعض الجهات أولا حقا على سبيل المثال وهدخل منه على موضوع التبراط السؤال الحاجة بتسأله هل هي كافية أم لا مش كافية إحنا بدأنا الحقيقة الشغل من عدة أشهر بهدوء ويعني هو بدون يعني ضجة أو شوشرة في لبنان لأن كان أول النازحين من سوريا كانوا دخلوا لبنان نظرا طبعا غير إنها الجانب الحدودية نظرا إن في علاقات مصاهرة وناسب وما إلى ذلك فكتير جدا من الهربانين هربوا على لبنان والحقيقة إحنا كنا موجودين إحنا لنا مكتب في لبنان وتوجدنا على الحدود على المنطقة الحدودية الفاصلة ما بين الاتنين بقى طبقنا وما إلى ذلك يعني فالحمد لله حصل تدخل من عدة أشهر بداية ده بداية العمل بتاعنا والحقيقة إحنا طبعا فوجئنا بكمل معاناة بتاعة الأسر اللي فره من الأحداث في سوريا حكي لك أنت تخيالي لما تلاقي فيه ناس هربانين وهم فيه رصاص في أجسادهم لا إحنا الحقيقة أنا بس يعني بنسمع وبنشوف وفيه حاجات ما بنشوفهاش برضه أستاذ هشام بتحصل يعني حاجات مؤسفة جدا وأنا مش عارفة إزاي ممكن يدخلو لكم إذا كان أصلا هما جوة بلدهم قفليني السيدليات وما فيش دار رعاية فإنتوا هتخشوا زي هيسمحو لكم تخشوا زي ما أنا بقول لحقيقة إحنا شغلنا في التجاهين الشغل الأول هو على الحدود سواء على الحدود في لبنان أو الحدود في الأردن أو الحدود في تركيا ده اللي كنت بقول لحقيقة دلوقتي إن إحنا يعني أفرادنا وإدارتنا وقفة على الحدود بتستقبل الجرحة والمصابين والمشكلة آه أنت مش هتخشوا يعني جوة البقى لا ما نعيس هكامل لحضرتك المشكلة كامش في الجرحة والمصابين بس المشكلة إن في مرضى بأمراض مزمنة يعني السكر والضغط في أطفال محتاجين نقل دم عندهم أنيمة البحر المتواصل مصبوطة لأ وفي تبرعين كتير جدا بالدم بس مفيش الأكياس حتى تحت الدم في مرضى غسل كلاوي بيدوروا على غسل كلا واحدة مش عارفين في أمراض كتير جدا دول أزمة جديدة جدا برضو دول بيهربوا بيضطروا أن هم يهربوا عشان إلى الخدمات دي فإحنا بنقدم الخدمات دي بمستشفيات قريبة من الحدود أو بقوافل إغاسية أو بأطباء بيروحوا يقبلوهم ومعهم أدوية بتاعة الأمراض المزمنة ومعهم التدخل الجراحي السريع ومتعقدين مع بعض المستشفيات في لبنان لهذا الأمر في الأردن إحنا الحياة بعتنا بعض المساعدات في وقت سابق وعدين لنا دلوقتي وفد أو فريق عمل في الأردن شغال دلوقتي حتى في زي اللحظة بيوزعوا مساعدات على الأسر الأسر برضو النازحة والهربانة أخذية بقى وأدوات طبية ومستلزمات وكل حاجة ولا ده بيتم تحديده من خلال اللي بيحصل وبيحدد طبقا للوقت وإحنا طبعا عشان إحنا يعني اتحدث بقى العرف فشغلنا الأساسي في مجال الصحي إنما تبقى للحاجة بيحدث إن فيه احتياجات غير صحية يعني النهاردة زي ما أقول حاجة في الأردن هما دلوقتي الأسر محتاجة أكل فدولتي بيوزعوا يعني سليات غذائية على الأسر اللي هربانة واللي قاعدة في بيوت واللي مستخبية وطبعا زي ما أقول حاجة إنه هو كانت الحكومة الأردنية أعلنت إن هي بتعمل معسكرات على الحدود للاجئين السوريين إنما للأسف يعني الواقع إن المعسكرات الأراضي مهدت إنما المعسكرات لم تتم حتى هذه اللحظة يعني طبعا يعني أيا كان المبرات إن الأرض الجو طبعا تلج لأن الأرض مغطة بالتلج تماما ودي تزيد المأساة وتزيد التعاطف معها إنما لازالت الناس مش لقيها الرعاية الكافية أو كده حاجة بتتكلم عن الداخل السوري طبعا دي أزمة كبيرة إنما إحنا نجحنا فضل الله اللي هم مسمحوا لهم بالدخول بشكل أو بآخر إن إحنا ندخل بعض المعونات الطبية وده الشكل الأساسي والأهم دلوقتي فدخلنا يعني من خلال بعض الأطباء كثير من المساعدات الطبية والعجلة والحاجات المهمة جدا في الحالات اللي زي كده وكان فيه احتاج شريك جدا لعشرة تلاف كيس دم بشكل عاجل الحمد لله نجحنا في إن إحنا ندخل جزء منهم من خلال أو بآخر تدخلوا المستلزمات الطبية من خلال الدكاترة السوريين اللي هم بيخشوا بيعرف يخشوا ويخرجوا يعني صحيح كده وبدأنا ندخل جزء من أكياس الدم طبقى المشكلة أو يبقى السؤال اللي حالي سألتيه اللي هو هالي التبارعات كافية ولا ألا طبعا التبارعات مش كافية لأن احتياجات شيدة جدا أكياس الدم بمبالغ عالية وإحنا لو بنشتري الحاجات دي من مصر المصر تبقى طبعا أوفر وأرخص إنما هتكلف نقل وشحن ووقت وما إلى ذلك فبنشتري من الدولة اللي احنا فيها يعني احنا لو عاوزين حاجة على الحدود اللبنانية أو هندخلها من لبنان بنشتريها من لبنان لو عاوزين حاجة من الأردن هنشتريها من الأردن لو عاوزين حاجة من تركيا هنشتريها من تركيا فالعصار هناك أغلى من مصر طعم بمراحل فالأزمة لازلت يعني مشتعلة ولازلنا في احتياج شديد جدا للتبراط عشان نغطي الجوانب دياني ونغطي النقص فيه التمويل والتبراط لإغازة يعني ده في حالة لو ما تكون المساعدات مكلفة جدا وفي المقابل الإمكانيات ضئيلة أو مش كفاية أيوة صحة كده بتعملوا بقى كده هو الدور ده اللي انتوا بتقوموا في عشان كده احنا يعني فاتحين باب التبرع وهو طبعا المصريين متعطفين أو كتير طبعا غير المصريين العرب متعطفين بشكل كبير والحامش عارفين يعملوا ايه يعني اعتقد ان ده نوع من أنواع بقى ايه يعني اخراج العطفة إلى شكل عملي ان الناس تبرع بشكل يعني بشكل سريع وعاجل لغاية الجرحة بقى والمنكوبين وحتى مرض الأمراض المزمنة والمصابين وما إلى ذلك وكمان تقديم الغذاء الغذاء والمستلزمات الطبية والتدفئة مزبوط فيه تلج على الأرض فيه أطفال يموتوا من البرد هناك مفيش بطاطين ومفيش أي حاجة ممكن تحميهم من البرد القارس لا خالص ما بحاجة الحدود الأردنية تلج عن درجة تحت الصفر فالأرض فيها طبقة تلج مش بل حاجة تلج كناعة عن الساعة فيه طبقة تلج على الأرض فإدخال الوضع بعمل زي بالنسبة للأطفال وكده وناس هربانين من المأساوي الجحيم ده يعني أستاذ هشام بجد من كل قلبنا ربنا يقويك ولو يعني الناس الخيرة واللي عارف إيه اللي بيحصل في سوريا ياريت يتبرعوا علشان ننقذ الإنسان أي إنسان كان في أي مكان ياريت نتبرع وننقذ الإنسان لأنه بجد سوريا بتعذب بمرحلة صعبة جدا 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 فيه مجازر وفيه هناك أطفال بيموتوا من البرد ومن الجوع وما فيش أدوية وفيه هناك كمان ناس بيبطر أرجلهم وإيديهم من غير حتى بنج عايز أقول للناس اللي عايزة تساعد أو تتبرع للخط الساخن للجنة هيكون الرقم 16-3-26 16-3-26 أنا بشكرك جدا أستاذ هشام على وجودك معنا ربنا هيقوي شكرا شكرا لحضر الأستاذ هشام كمال هو المدير التنفيذي للجنة الإغاثة والطوارئ بتحد الأطباء العرب كان موجود معنا النهاردة اتكلمنا عن لجنة الإغاثة والطوارئ الدور اللي بتقوم به وهل هي بتتوافق مع بلدان كتير في الوطن العربي وبرى الوطن العربي ولا أتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الفقرة دي وأتمنى إن شاء الله لو حد بيشوفنا يكلم على 16-3-26 ده الرقم استخد للجنة عشان لو أي حد عايز تبرع لأي حد في أي مكان أنا بشكركم جدا هسوفكم مع فاصل نرجع مرة تاني مع الفقرة القادمة